السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل مرة لاحظتوا نمو بهذه الشكل عندكم في نبتة الفلفل أو الطماط يكون الساق يبتدي بشكل طبيعي مدور وبعدين يصير مسطح وعريض والنموات تبتدي تصير غريبة بشكل مثل ما انتم شايفين يعني صاير مسطح يعني يكون ضعيف ولكن عريض فشنو هذي اللي قاعد يصير عندي في النبتة هل هو مرض هل هو إصابة حشرية هل هو فطريات شنو المشكلة عادي بكل بساطة اللي هو قاعد يصير إعاقة جينية مثل ما يعني أحياناً البشر يصابون بإعاقة هذه نفس الشيء ما لا علاقة في التهجين ما لا علاقة في تطوير جيني ما لا علاقة في هذه الأمور هذه مجرد إعاقة تصير في النبتة إنها تنمو بهذا الشكل ما نقدر نعالجها ما نقدر نسوي فيها شيء هذه نقدر نبحث عنها أكثر اللي تسمى باللغة الإنجلنزية فاسياشن رح تطلع عندكم الكلمة فاسياشن اللي هي إعاقة جينية تحصل في بعض النباتات مهم جداً إنه لما عندي نبتة فيها هذه العلامات ما أحفظ منها البذور لأنه رح أنقل جينات هذه الإعاقة للجيل الثاني فما أختار نباتات المصابة بهذه الإعاقة أو الفاسياشن إنه أنقل بذورها للجيل الثاني فهذه إذا ثمرت كان بها رح نستخدم الثمر ولكن ما رح ننقل بذورها أحياناً هذه الإعاقة تصير في الطماطم بعد ما في مشكلة عندي بعض الطماطم أصيب بهذه المشكلة يثمر ينتج ما في مشكلة ولكن ما رح أحفظ بذورها علشان ما أنقل هذه الشي أو الإعاقة للأجيال القادمة مثل ما قلت صادتني في كذا نوع من الفلفل هذه الإعاقة ومجرد إنه ما أحفظ بذورها فأتمنى أن هذه الفيديو يبين لكم هذه المشكلة اللي أحياناً ممكن تصير في بعض النباتات مثل ما ذكرت ما في داعي نعالج ما في داعي نسوي أي شي فأتمنى أن استفدتم من هذه الفيديو السريع والبسيط واللي عنده أي سؤال أو أي استفسار ممكن يتركه في قسم التعليقات وإن شاء الله رح أحاول أجاوب أسألتكم أباس رعوات ممكن وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو اليوم في أمال اشتركوا في القناة